أدانت وزارة الخارجية المذبحة التي اتكبها الجيش الإسرائيلي في دير البلح بقطاع غزة التي أصفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين المدنيين كما أدانت مصر كافة المذابح التي اتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها مذبحة مخيم تول كارم بالضفة الغربية منذ أيام فضلا عن المذابح الناجمة عن الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة في لبنان وأكدت الوزارة على دعمها الكامل للمؤسسات الأممية التي تعمل في ظروف عصيبة وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل مشددة على دورهما المحوري في دعم العمل الإنساني واستعادة الهدوء والاستقرار والأمن